سجلت في المملكة اليوم 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا 16 حالة منها محلية أعلن ذلك وزير الصحة دكتور سعد جابر خلال مؤتمر صحفي ذكر فيه أن جميع الحالات المحلية المسجلة معروفة المصدر ولاحقا أعلن محافظ العاصمة دكتور سعد الشاب أنه جرى عزل سبع عمارات سكنية بعد اكتشاف إصابات بكورونا فيها تقع في مناطق سحاب والموكر والأشرفية وجبل الحسين سجل في المملكة هذا اليوم 20 حالة إصابة بفيروس كورونا وبالتالي يصبح العدد التراكم للحالات التي دخلت المستشفيات المعتمدة في المملكة منذ بدء الجائحة 1398 حالة وقد توزعت الحالات كما يلي 4 حالات قادمة من الخارج و16 حالة محلية توزعت كما يلي حالتين لأردنيين قادمين واحد من السعودية واحد من الولايات المتحدة في فنادق الحجر حالتين لسائقي شاحنات في مركز حدود لعمري أربع حالات محلية في محافظة إربت مخالطين لبعض الإصابات تسع حالات محلية في محافظة العاصمة مخالطين لإحدى الحالات المؤكدة وحالتين محليتين في محافظة البلقاء مخالطين لحالة مؤكدة وحالة محلية في محافظة الزرقاء مخالطة لحالة مؤكدة أريد أن أؤكد هنا بأن جميع الحالات معروف المصدر حتى الحالة التي كانت في محافظة البلقاء تمكننا بالاستقصاء والدقيق الوصول بأن الطفلة كانت هي الأصل كانت مخالطة لأحد أقربائها الذين يعملون في مركز حدود جابر وقد نقلت العدوى لوالدتها ولجدتها لذلك بالتقصي نستطيع الوصول فبالتالي يصبح عدد الحالات المحلية منذ يوم الجمعة الموافق 7-8 لغاية تاريخه 122 حالة كذلك سجلت خمس حالات شفاء من منطقة العزل في البحر الميت وبالتالي تصبح عدد حالات الشفاء تراكميا 1258 حالة والحمد لله لم تسجل أي حالة وفاء بالرغم من وجود خمسة أشخاص في قسم العناية المركزة ولا واحد فيهم على أجهزة التنفس لكن أحدهم مضعه صعب